اهلا بكم اليوم سأتحدث عن طريقة إزالة الكرومة الخضرة ووضع مكانها خلفية تابعوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسأقول لكم طريقة إزالة الكرومة ووضع الخلفية كما ترون حالا في خلفية ورايا لو غيرنا خلفية طبعا هذه كرومة كما ترون وممكن نرجعها تاني بالخلفية تعالوا نرى هذا الشرح يلا بنا تعالوا بنا نبدأ بسم الله سأتحدث عن برنامج ادوبي افتر افكت ممكن تستعمل على ادبو بيرمير لا يوجد أي مشاكل وسأقول لكم كيف تعمل على الاثنين ثم سأضغط ضغطين هنا وعمل استراض للفيديو الذي أريده سأختار فيديو في الكرومة بعد ان اختارت الفيديو سأضغط الفيديو سأضغطها هنا بعد ان اضغط الفيديو كما ترون سأغير الكرومة الخضراء بطريقة جيدة وأنا سأشرح لكم بطريقة لا يوجد أي خطأ في الكرومة بعد ان نذهب على هذا السرش كما ترون سأكتب K سأختار K Light 1.2 ونقوم بطريقة جيدة بعد ان اختارها ثم نرفعها ونقوم بطريقة جيدة سيختار هنا سأختار سأختار بعد ان اضغط على هذا الكلام سأضغط لذلك الكلام ولكن لو تلاحظ ان فيه هنا لون فاتح شوية او لون البيض هروح على حاجة اسمها سكرين ميت سكرين ميت ده هنقدر نحدد فيه اللون هنخلين يختفي يبقى زي اللون ده يبقى اللون الاسود ده تمام انا عندي هنا درجة اللون البيض وعندي درجة هنا اللون الاسود هنا ده اللبيض زي ما انت شايف وده الاسود احنا لو عالد اللواطين خالص فى اللابيض طبيض هنخلين الاسود هنا البيض هي نخلي نظره شوية المده هنخلي الصورة اللون هاسود هنضعف اللون الاسود هنخليا شوية الصورة بدأت تختفى باللون الاسود نفضى من ماجيه لحد الى الميجد اختفى خالص ويبقى الصورة كلها حوالينا باللون الاسود كده اللون ده اختفى بعد كده اختار البرجيكت واضغط هنا ضغطتين واختار الخلفية اللي انا محتاجة مثلا انا عاوز اضيف الخلفية دي والخلفية دي مثلا انا عجبتني خلفية زي دي مثلا اروح هنا واضيفها تحت الفيديو ده اضيف الخلفية هنا بالشكل ده وكبر الخلفية علشان ياخد مقاس الفيديو وكده عملنا ازالة الكرومة وغيرنا الخلفية لو انت حبيت تشيل الخلفية خالص وتغير الخلفية ثانية هتاخد الصورة كده ويتنزل بيها تحت هتلاقي الخلفية تغير معاك وتقدر تتحكم فيها زمانت عاوز كده الشرح خالص لو احتاجت اي حاجة اكلمني في الكومنت وارد عليك و لو احتاجت اي شرح نساشت على لايك وسبسكراب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة